السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم في محاضرة الضمير المنفصل سنتحدث اليوم إن شاء الله تعالى عن أقسام الضمير المنفصل بحسب الموقع الإعرابي وهذا هو التقسيم الوحيد للضمير المنفصل حيث يقسم بحسب الموقع الإعرابي إلى ضمائر رفع منفصلة وضمائر نصب منفصلة فقط هذا هو تقسيم الضمير المنفصل في النحو العربي فما هي ضمائر الرفع المنفصلة وما هي ضمائر النصب المنفصلة ضمائر الرفع المنفصلة من اسمها هكذا هي ضمائر ولا تكون إلا في محل رفع مبتدأ أو غير ذلك أو توكيد أو غيره منفصلة أي تأتي بصورة مستقلة لا تكون متصلة بكلمة قبلها سواء أكانت اسماً أم فعلاً أم حر ضمائر الرفع المنفصلة قد تكون للمتكلم وقد تكون للمخاطب أو للغائب ثلاثة أنواع للمتكلم وللمخاطب وللغائب ضمائر هذه لا تكون إلا في محل رفع إلا في محل رفع وللمتكلم أنا المفرد للمتكلم المفرد مذكراً أم مؤنساً أم مؤنثة مذكراً كان أم مؤنث فللمتحدث للمفرد يقول أنا وللمتحدث معه غيره أو المعظيم نفسه يقول نحن فنحن إذا كنا أكثر من واحد اثنان ثلاثة إلى مليون إلى ما لا نهاية نقول نحن أو يكون الواحد المعظم نفسه من باب التعظيم المفرد يتحدث بنفسه من باب التعظيم كقول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر إما له لحفظون فللمتكلم أنا أو نحن ضمائر رفع دائماً تكون في محل رفع ليس لها إلا أن تكون في محل رفع أما المخاطب للمخاطب المذكر أنت وللمخاطبة المؤنثة أنت بتاء مكسورة وليست بياء كما يخطو فيها الكثير أنت مش أنت لا أنت تاء مكسورة في كتابتها للمخاطبة المؤنثة للمخاطبين أنتما وللمخاطبتين أيضاً أنتما وللمثنى المخاطب مذكراً أم مؤنثاً أنتما للمخاطبين أنتم وللمخاطبات أنتنا أما في حالة الغيبة أو الغائب للغائب المفرد المذكر هو وللمفردة المؤنثة هي وللمثنى بنوعه مذكراً أم مؤنثاً هما ولجمع الذكور أو للغائبين هم وللغائبات هن هذه الضمائر لا تكون إلا في محل رفع وكثيراً ما تكون مبتدأاً أو توكيد النوع الثاني أو القسم الثاني من أقسام الضمير المتصل معذرةً من القسم الثاني من أقسام الضمير المنفصل بحسب الموقع العربي وليس له إلا هذا التقسيم ضمائر النصب المنفصل هذه الضمائر لا تكون إلا في محل نصب وغالباً أو لا تكون إلا في محل نصب مفعول به وهي أيضاً للمتكلم حتى وإن كانت توكيداً فهي منصوبة أيضاً ممكن مفعول به وقال ما تاتي توكيد يبقى هنا للمتكلم وللمخاطب وللغائب للمتكلم إياي المتكلم بنفسه إياي وإيانا للمتكلم ومعه غيره أو للمتكلم المعظم نفسه للمخاطب إياك للمفرد المذكر وإياك أيضاً بالكاف المكسورة وليس بيع للمخاطبة المفردة المؤنفة إياكما للمثنى بنوعيه مذكراً ومؤنفة إياكم للمخاطبين وإياكنا للمخاطبات المخاطبين يعني الذكور والمخاطبات أي للمؤنفات للغائب المفرد المذكر إياه وللمخاطبة إياها للمفردة وللمثنى بنوعيه إياهما ولجمع الذكور إياهم ولجمع الإناث إياهن بذلك نكون انتهينا من أقسام الضمير المنفصل فإلى لقاء في محاضرة قادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله